ولعله خير زي ما كنا بنقول زمان كان زمان دايما في الجملة دي تكلم فلان فلان قلت لك لعله خير لعله خير تعال نشوف دهار ده فخامة الرئيس الحقيقة كان يتابع ايه الرئيس ايه اول بدأ بتوجيه اجراء حوار مجتمعي حول مشروعين الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين والمشروع التاني هو انشاء وتنظيم صندوق دعم الاسرة المصرية فاكرين اللي الرئيس اتكلم عليه قبل كده دعم الاسرة المصرية بحيث انه نفك كل اللي اقدر اقوله لك الرئيس مهتم بقوة في مسألة انه المجتمع يظل متماسكا تماسك المجتمع المصري يبدأ من تماسك وحدته الاولية الا وهو الاسرة المصرية وعلشان كده قانون الاحوال الشخصية وقانون الصندوق صندوق دعم الاسرة المصرية اللي اتنين دول تصور الرئيس فيهم هو تماسك الاسرة المصرية اولا وثانيا وثالثا بل وخامسا ده جي من خلال اجتماع فخامة الرئيس مع سيد وزير العدل لمتابعة عملية تطوير منظومة اتقادي وخلال اجتماع تاني بدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين طيب كمان الرئيس وجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الاثرية ذات القيمة التاريخية خد بالك الرئيس عنده ايمان راسخ كامل غير منقوس بانه مصر هي الاكثر ثراءا في هذه النحية ده على مستوى العالم على مستوى البشرية والانسانية ايه هو ده؟ تاريخ وحضارة ما فيش حد اغنى مننا طيب فمن ناحية الرئيس يريد ان يحافظ على هذا الارث الانساني اللي هو لا يقدر فعلا باي مال وده جزء اظن رئيسي فيه تفكير رئيس الجمهورية النحية التانية خد بالك انه حفاظك على هذا الارث التاريخي والحضاري بيدي انطبعات كمان خارجا جيدة جدا ابعد من ذلك ده بيشجع مسألة فعلا وده رافض مهم وقد يكون هو اهم رافض اقتصادي لو صح الكلام يعني او لو صحة التصورات على الاقل من جانبي اهم رافض اقتصادي نعول عليه للخروج من الازمة ليه؟ لانه ده اسرع رافض اقتصادي ده خلي عملة صعبة بس نلعبها صح نلعبها صح ازاي؟ ده حدوت هنقعد نتكلم فيها في مسألة انه العائدات تورد بالدولار الفلوس اللي بتيجي للقتلات او شركات السياحة تتورد بالدولار ما تتوردش بالعملة المحلية في حالتنا طبعا الجنيه المصري الى اخره ازاي اقدر اجيب الافواج السياحية من الخارج اتعامل معها ازاي؟ نظام التسعير بتاعي التسعير الفندقي وتسعير الطيران تسعير البرامج السياحية بتاعتي داخل البلاد انا بعمل البرنامج المجمع الشامل الكامل بعمل كم برنامج اصلا دي حدوتة برضو لازم نعد نتكلم فيها شويتين فهنا وعي كامل من الرئيس بهذه الجزئية طيب النحى تانية زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان القهر انا عايز افكرك بجملة الرئيس زمان قالها على كورنيش اسكندرية وقال يعني اللي حصل في الكورنيش ده لازم نعد يخلينا نفكر كتير في حق الناس فانهم ما يتمشوا على البحر البحر ده بتاعهم هو البحر بتاع الاغنية بس فلما اتعاملت العالمين الجديدة الرئيس كان مصر انه كورنيش العالمين الجديدة ده يبقى الكورنيش المفتوح فنتلافى اخطاء الماضي او بالادق كل اللي حصل في اسكندرية وغيرها بالمناسبة فيبقى الكورنيش بتاع الناس الناس تعرف تتمشى هتلاقي كورنيش العالمين الجديدة كده خط مفتوح 14 كيلو تمشى زي ما تتمشى لحد هيقولك لا هات ولا اوه بتاقو بفلوس ولا غصبت عنك هتشتغل الناس لها الحق في التنفس في الاستمتاع في ان هم يشوفوا مظهر لطيف عشان كده هو بيوجه ب مسألة اتساع المساحات الخضراء هنا اي المتنزهات مش بس علشان التلوث ومش بس علشان تبقى رئة للمحافظة او للمدينة بتاعتنا القاهرة بشكل عام لكن علشان الناس تشم هو